ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل محددة لتنفيذ محاور ومبادئ الاستراتيجية والتي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل كما تم استعراض الوضع الراهن والاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية في كل إقليم من الأقاليم الجغرافية السبعة